يبدأ اللواء الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية الشقيق اليوم زيارة إلى مملكة البحرين يستقبله خلالها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومن المقرر أن تشمل المباحثات بحث سبل الكفيلة بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات بالإضافة إلى آخر المستجدات على الساحة اليمنية وتطورات الوضع الإقليمي وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني قد وصل إلى مملكة البحرين بعد ظهر اليوم حيث كان في استقباله الفريق أول مع الشيخ راشد من عبدالله الخليفة وزير الداخلية كما كان في الاستقبال سعادة الدكتور عبدالله طيب من رشد زياني وزير الخارجية رئيس بعثة الشرف وسعادة سفير الجمهورية اليمنية الشغيقة لدى مملكة البحرين وسعادة رئيس الأمن العام وسعادة محافظ محافظة المحرق ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة